بسم الله الصلاة والسلام على الرسول الله عليه الصلاة والسلام أنا والله يعني شايفة الإقوة وضح أشياء كثيرة حمضة بارك الله فيهم ولكن نحن كشباب يعني والله حقيقة زمننا ظهرت فوق الفتن وظهرت فوق يعني أتولدني في زمن قدر الله ما شاء فعل فأنا بوسي كل الشباب يعني بحذره من الاتباع الأعمى يعني ما يمشي تلقى الشيخ وخمك والله العظيم أقول لي شيخ أي زول حتى لو بديقنا أنا حدي معك الدليل بس ديقناك حالقة ما حالقة دليل دليل القاضي كتاب سنة ده مفترض حالة الشباب تكون اليوم يعني ما أكون أنا إنسان شاب وواعي وأمشي أطفش يمين شمال وأقول الشيخ فلان ظهرت فوق كده والشيخ ما دراك مع كده الحاجة الثانية إنه بعض الإقوة يعني فهمكم ممكن نسميه أخوة بتستدلوا في حالة الكرامات يعني مثلا بقول لك أنا الشيخ الصوفي فاصل الله في مكة يعني بقول لك زمان قصة سيدنا سليمان عليه السلام هالآية حد قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أعتيك به قبل أن يرتديك الطرفه أنا بدمنى من الشيخ وضح لنا مسألة الآية دي واربطها بالواقع الآن يعني شاء الناس تفهم ما يمشي إلقوا واحد هناك وخنبها الثاني يقول لك زمان حصل وهس يبحصر الحاجة الثانية في قصة النوبة أنا أتمنى الشيخ برضو أوضح لنا إنه مسألة الحديث القاعدين استدلوا بي اللي استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان بالنوبة وطلع البدر علينا يعني يتمنى يتوضح في عرض الواقع عشان نتمنى أنشوا سيد وأوصي الشباب أخيراً يا أخوانا أوصيكم أخوانا أمشي أقرو والإنسان موقن تقيف لك مع ذول إيتا ما عارف تاريخه وذاته هم منه ذاته زي ما قبل شوال قينا أخوانا ما جاي باقيف إن شاء الله ما شاء الله من الشيخه وبقول أنا ما عارف مع شيخه وما عارف تاريخ الشيخه وكلام شيخه وبقول بيجاهد لك بطريقة غير موضوعية إيتا بتتكلنه وقل عشان حليه كلام قد بقول لك لا لا إيتا ما عندك إيتا ذول ماشي ساكت أمشي ما عندك حاجة يعني إيتا ما عارف تقى ذول أعمى أطالب الجامعة ذاته مفترض أن يكون طائل رأسه فاتح يعني الجامعة تنظف منك حاجات تمرقك حاجات تمرق منك حاجات زمان كانت موجودة مخمومين بأمين الأساس ولا الثاني حتى زمان كان صدقنا إنه النظافة من الإيمان كان درسولنا له حديث مراحل كثير إشان المنهجة لا ترتكس ألاو سأيت الإنسان أتمنى من كل الشباب الرجوع والعودة للقراءة ومن المصادر وتسأل الإنسان أسأل هو موضوع يستفيد منه ما تقول للجدل سأتعلم بعد ذلك جادل ما في باب في حديثة في صحيح البخاري إنه العلم قبل العمل أنا أتمنى من كل الشباب يتعلم وبعد ذلك إي واحد خش المنص ويجادل كن في باب العلم وجزاكم الله خير شكرا للأخ جزاو الله خير كلامه طيب وطلب إنه نقاط نعلق عليها النقطة الأولى مسألة كتاب سنة العلم قالوا كتاب وسنة لا بد من ضبط هذا الكلام العلم قالوا كده يعني ما كتاب سنة بس لأنه لو مشدل أي طريقة من الطرق الصوفية أو أي جماعة من الجماعات اللي بيسموا نفسهم جماعات إسلامية وديس باطل لأن الإسلام ما بيقر الجماعات الإسلام جماعة وحدة ربنا قال وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشِرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ الله قال ما تكونوا أحزاب جماعات طرق وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً صراط واحد مفرد يعني واحد صراطي مستقيماً فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ يعني الطرق الكثيرة فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ يعني أمركم به لعلكم تتقون فالعلماء قالوا كتاب سنة وكذا بس لا كتاب سنة بفهم من كل جماعات الطرق الاجماعات البسام المسلمين التجانية السمانية لو سألتهم بقول لك نحن كتاب سنة صحيح seventh لكن الضابط كتاب سنة بفهم من التجانية بيقولوا كتاب سنة بفهم أحمد التيجاني فقط السمانية بگلوا كتاب سنة بفهم عبد الكريم السمان ديلى البرَة والجوة يفهم أحمد الطيب بن البشير وبعد ذلك بيتفرع ودبعه البرعي بقوله كتابه سنة بيفهم البرعي ودبع الفاتح قريب الله السمانية الطيبية القريبية الحسنية بقوله بفهم كتابه سنة بفهم الفاتح قريب الله هلك ربنا كتله خفتا كيف والركينية قاله كتابه سنة بفهم ركين وذا كمان كبارة جابة كبيرة ما سمعته المقطع بتاعه ركيني براه قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا يغزة وسقناه لا قال شفناه وسقناه وقال ما شيء نبيه أبو آدم كلاكلة مربع ستة وكاننا بالتيخة ما سمعته إتها وقال فتحوا القبة للرسول صلى الله عليه وسلم وخش جوه الرسول حرم القبة الرسول صلى الله عليه وسلم حرم القبة بل النبي عليه الصلاة والسلام قال الشرار الخل عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد الناس بيعملوا القبور مساجد وأماكن للسجود أو العبادة أو الدعاء أو التبرد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرار الخلقي عند الله فالكل الأخوان المسلمين بيقولوا كتاب سنة يفهم منه؟ سيد غطب أو حسن البنة أو فلان أو عبد الحيوسف أو غيره وده كل باطل كتاب سنة بفهم الصحابة ومن سار على دربهم من السلف الصالح دليلكم شنو؟ ما هو الدليل على هذه الزيادة؟ إن كتاب سنة بفهم الصحابة ومن سار على دربهم من السلف الصالح؟ ما هو الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي أمتي ديشنوية مع المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرق في الأهواء يعني بسبب الهوى يعني الافتراق والفرق ده هوى ما دين هوى ما دين ومخالف للدين الصحيح قال كلها في النار إلا واحدة قيل من هي رسول الله؟ الواحدة دي منه؟ قال من كان اسمع الحديث ذا كويس من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي على مثل ما أنا عليه اليوم وقال شنو؟ وأصحابي عشان ما يجزلي فما القرآن براه الترابي ما جربي فما القرآن براه طلع بغادي ولا ما طلع؟ طلع بغادي خرج ولم يحد حتى الآن طلع برع ليه؟ لأنه قال براسي قال القبر ما أقول ندخل تحت والله يقدر يعزبه تحت الله يقدر يعزبه ترابي الله سبحانه وتعالى الخلق من عدم بعد أن لم يكن شيئا قادر على أن يعذبه داخل قبره وخارج قبره وداخل بطن الحد ربنا سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير؟ لأنه فيهم القرآن براسه براه قال الصحابة شنو؟ ذلك رجال ونحن رجال هل الرجال المقصودة أنه يعني أنت عندك شنبي الترابي معناته كذا خلاس راجل وبقيت زي الصحابة؟ لا ده ما المقصود يا أخي المقصود؟ أول حاجة لو رجالة لرجالة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أرجل البشر بعد الأنبياء والرسل دي أول حاجة وفهم لي فهم وعلم لي علم وتقوى لي تقوى وإيمان وفغه لي فغه وعلم لي علم الصحابة أعلم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام شنكيدة عبد الله بن مسعود قال فاختارهم أي الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فهم أعلم الأمة وأعمقها فقهة وأقلها تكلفة وهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذن لابد بفهم شنو يا جماعة الصحابة بعد ذلك قال قصة سليمان وقوله تعالى قبل أن أتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق قال بعض أهل التفسير رحمهم الله هذا القائل آصف ابن برخية وقيل غير ذلك آصف ابن برخية رجل صالح ده في بعض الأقوال عند المفسرين لأن بعض المفسرين قالوا سليمان عليه السلام نفسه وبعضهم قالوا هو رجل صالح اسمه آصف ابن برخية والقولين إذا كان سليمان عليه السلام وأو كان هذا الرجل الصالح الولي الصوفية ما عندهم أي شغلة يقدر يدخلوا نخرتهم في القصة دي ما بيقدروا ليه لأن الرجل الصالح ده المفسرين لما قالوا ده رجل صالح وديل بيمسك فيها الصوفية ولكل لا ده رجل صالح ونحن صالحين زيوب نقدر نطير طير وين تطير وين انت هو تلقى لو ماشي السعودية ساكت تلقى واقف تصفت على الجوازات يا ابو يا شيخ ما قلت بالطير ما تطير طير تلقى واقف في الصف والعرك كاتلوا شائل المنديل ويكذب لكن يقول لك أنا بطير كذاب ومحتال القصة شنو بتاعت آصف طار ما طار المبسرين قالوا ده آصف ابن برخية رجل من الصالحين قالوا رفع يدنه لأله قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إله الحق لا إله إلا أنت ائتني بعرشها أو كلمة نحوها دعا الله ودعا الله بالتوحيد لا إله إلا أنت أو لا إله إلا الله ائتني بعرشها ربنا سبحانه وتعالى أتى بعرشها من هناك إلى هنا مش دقام طار فر قبض لنا وفر جطا ده الموضوع كله أحسن كذا المبسرين قالوا إذا كان ده هو الرجل قالوا قد أوتي اسم الله الأعظم وإسم الله الأعظم موجود في الشريعة بتاعتنا بعض العلم قالوا يا حي يا قيوم واستندوا على أدلة من القرآن والسنة بعضهم استندوا الذي رواه أهل السنن بإسناد صحة الألبان رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا قد دخل مسجده فصلى ركعتين فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب سل تعطى قال اللهم اغفر لي ده الموضوع بسم الله الأعظم أدعو أدعو محتاج لي يصف دلقان ساكت يأكل قروشك يا أخ ويعدمك الملينة ويمدلك كراعي ويقول لك بوس لي ما محتاج إلا الحوس والمجار مدين أو ده ما محتاج إلا فصح كلاما صح الأخ المداخل إنهم بيلبسوا على الناس بالقصة دي بيلبسوا على الناس بهذه القصة ودي خلاصة القصة الموضوع انتهى طيب بعد ذاك آه قصة النوبة سأل برضو من النوبة داري تتضح للطلبة هو جزاو الله خير والسدل قال بيطلع البدر علينا العلماء قالوا هذه القصة سقط من إسنادها أكثر من ثلاث رواة من ثلاثة رواة أكثر من ثلاثة رواة سقطوا من إسناد القصة كما بيّن ابن القيم وغير من العلماء ذي واحد اتنين القصة هي من ناحية السند ما صحيحة ما حصلت بس في المسلسل فيه في المسلسل المصري فيه لكن في الدين ما فيه والصفية بياخدوا دينهم من المسلسل المصري يجي هنا غالتنا دائر مناظرة طلع البدر علينا تطلع روحك دا رواهم منه رواعد الامام ما صحيح دا ما عنده أي علاقة بالدين العلماء قالوا القصة دي باطلة من إسناد ذاته من متنها ذاته مش إسناد بس إسناد حرفناه ما صحيح قالوا باطلة من المتن لأن القصيدة بتقول شنو طلع البدر علينا من وين من ثنية الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكة إلى المدينة وثنية الوداع ما بمر بيها أصلا زوال جاء من مكة إلى المدينة ما في دي باتجاه تاني مغاير لاتجاه مكة للمدين دي براتنين يا أخي قالوا لو صحت ذاته الوقت دا كان الخمر حلال الوقت دا الخمر حلال الحجاب ما نزل على النساء لسا لأنه نزل سنة خمسة من الهجرة أي بعد طمنتاشر سنة من البعثة وخمس سنوات من الهجرة والخمر كانت حلال الوقت دا الشريع الإسلام ما اكتملت والمحرمات ما نزلت كلها حرمت فما ممكن صوفي يجي شايل لنا وبكوكو طلع البدر علينا بعدين المرأة أربعة داك مدحوا الرسول حسا دا 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 سيقليل للقرد قرش اسم الحبوب اسم الأغبش كهربت عالية بتحرك تش أخواننا قال لهم دا ولي ولا هيتر دا 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 مدحة صوفية حسا دا عنده علاغة بالنبي مدحة تانية للصوفية كتاب النور البراق وينو دا الصفحة مية خمسة وعشرين قال لنا الله هذا مدحة للنبي صفحة مية خمسة وعشرين قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمالي أنا الجليس على العرش شفت كيف؟ ونعنا كلمة إنه ربنا الجليس دي ما عندنا على دليل أنا ما أعلم على دليل إيش هل نثبت أو ولا كذا لكن الصوفي قال قال هو الجليس على العرش قاصد بيت عرش عرش ربنا وبنثبت العرش لأنه ربنا قال الرحمن على العرش استوى الصوفي قال دا أنا ما الله صفحة مية خمسة وعشرين بكتاب النور البراق قال لسيدنا ومولانا محمد عثمان المرغني الملقب بالختم والنور البراق الكتاب دا المتحة دي بمدعوها الصوفية الختمية بالذات لأي صوفي مات أوه مفخمة عطراً مبركة أوه دا لو ما قروا كل ما بيحشروا يوه القبر نهاي صوفي عرس ما يقدر مرته دي يسوقه من يده إلا يقرى القصد في حاجات تانية المهم خلينا مع القصيدة شفت كيف يقروا القصيدة دي المور البراق بيعتقدوا فيها البركة يقولوا دا المديح فالصوفية ما عندهم حجة النوبة جابوها من وين النوبة جابوها من كتب اليهود والنصارى المحرفات كما جا فيه مزمور رغم مية وخمسين والمزامير هي مية وخمسين مزمور عند النصارى الموجودين الليلة بن صليب دين والمزامير دي في عقيدة النصارى قالوا دا الزبور النزل على داود عليه السلام وباطل دا ما هو النزل على داود دا محرف آخر مزمور رغم مية وخمسين كان نوريك النوبة جاءت من وين قال دا المزمور قال هلولويا سبحوا الله في قدسه سبحوه على كثرة عظمته سبحوه بدف بدف ورقص سبحوه بأوتار وعود هلولويا سبحوا الله في كل وقته الصوفية أصلا دينهم جاء من اليهود ومن البوزيين ومن الوسانيين ومن النصارى ومن الشيعة ومن غيرهم دا دين الصوفية لقطوا من هنا وزادوا من راسهم وعملوا دين كل طريقة براه وأي شيخ طريقة يقول ليك إذا مسكت طريقتي وفكيت مشت طريقة تانية إما الجن وإما تقتل تموت وإما تخذ جهنم شغل بتأرهاب ولا ما قاعدين يقولوا كده قاعدين يقولوا كده دا شغل الصوفية فالنوبة دي ما عنده علاقة بالإسلام أبداً بل النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل آلات العصف والموسيقى والطرب إلا الدف وما هي النوبة دي الدف في العيد والعرس بدقوا البنات المابة الغات ما ممكن تجيب ليه من كده القلعة تجعر زيلفيل وتقول ليه الجاريات دي جارية هالجارية البتها المابة الغات وبعدين ما بيجوز ليه الجارية إلا في العيد والعرس ما في تاني ولا النسوان وبدون مزيغة بس يكونوا شغلين دف وما يقولوا كلام باطل كلام كذب وقلة أدب والشرك وبدع زي ما الليلة الفنانين قاعدين يقولوا والفنانات ده كل حرام دي خلاصة المسألة لشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود وصحة والألباني قال إن الله حرم على أمتي الأنصابة والأزلامة والكوبة الكوبة يعني شنو؟ قال العلماء آلات الطرب والموسيقى كلها وقال بعض العلماء هي الطبل بسموين الدنب مش كده الكبير ده الطبل وقال بعضهم أي آل زات وتر كمنجة بتاعدي اللعود الجيتار كل يدخل هنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ قيل متى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان النسوان البغنن القيان جمع قينة وهي المرأة المغنية إذا ظهرت القيان بحصل خسف للأمة بيجوز من الأمة بالوطة خش تعتى الأرض وعدين ربنا يمسخهم قرود خنازير وهكذا وحدين ربنا يقذفهم من فوق زي أصحاب الفيل بأي شيء يريده الله سبحانه وتعالى متين قال إذا ظهرت القيان النسوان البغنن الآن أي حفلة في حلتكم بيجيبوا مرأة ما لحظت الكلام ده؟ ناس الفنانين بالشنب وبتاع كلهم خلوهم بيجيبوا كلهم نسوان ويغنن غنى ذاته قلة أدب الشايق يجيبوا لي والجعل ودوا لي والفلات ما بعرفه مش هو كده؟ قلة أدب ومسخرة والراجل تلقى لابس عمّة خمسة متر يبشر 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 والله لا عمّة خمسة متر وجلابية خمسة متر وسروال متر ثلاثة متر وعالراجي أربح متر ونص إن شفتوا وقفوا كده بيعمل له طاقة كاملة وبيته تلقاه مطبوبة في ربع متر ويرقص فرحان تلقاه ينقز دي أمّة يا ناس الناس لا بنتخلي الباطل ده ده باطل يا أخ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ظهرت القيان النسوانة اللي بغنّة والمعازف المعازف دي أي آلة عصف في رأسك الليلة المعازف الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمه ويجعل من الكبير من الزنوب الصوفية يقول لك نمدح بها المصطفى ما شفتهم؟ في قناة الكوسر وسهور والغنب تعتروكيني القب والخضرة وغير من القنوات الفاشلة الباطلة العاطلة عاطلة تعت الصوفية شيء؟ حرموا النبي صلى الله عليه وسلم تحرم مؤبد وجعلوا من الكبائر العظيمة من الزنوب ما من الصغير الغنى من الكبائر جاباه مدح بالرسول والله ده لعب الدين صوفية ده الأكتر بشر فيما أعلم لعبوا بيدين الله وغشوا الناس ولما تسأل الشيخ ليه تلعب الدين؟ يقول لك نحنا أشراف أنا ودى النبي كذاب محتال ما عندك علاقة مع النبي لا في النسب ولا في الدين الصحيح ما عندك أي علاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور كالغنى ده محرم باتفاق الأئمة الأربعة كمان وبنص القرآن صورة لقمان وصورة النجم وغير من الصور وبنص السنة أحاديث والله ما تقدر تعدها صحيحة عند البزار بإسنات حسن الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم صوتين ملعونين أحمقين فاجرين مزمار عند مزمار مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة يعني النياحة ومزمار عند نعمة يقول الغنى عند الفرحة اللي يسعون الناس هذا كله باطل ما في حاجة سمنوبة ولا طلع البدر علينا مسألة المصادر العلماء قالوا الأولى طالب العلم يدرس عند العلماء الأكابر عرفت علماء تدرس عندهم العلم في بلد ما في علماء قالوا إذا في طالب علم أو طلاب علم يتقن فن من فنون الشريعة الإسلامية هو منهج صحيح ما يكون منهج باطل تدرس عنده لكن ده ما عالم بس قذر الشي العرف والراكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إذا ما في ذاته ده في بلدان ما في أي حاج إذا ما فيه الشيخ العثيمين قال رحمه الله قال يمكن أن تستعين به سماع أشرطة وصوتيات العلماء شيخ الألباني رحمه الله شيخ العثيمين شيخ ابن باز رحمه الله جميعا شيخ الفوزان حفظه الله شيخ ربيع المدخلي شيخ محمد بن هادي شيخ عبيد غيره من العلماء تسمع وتفهم وتقييد حاجة غلبتك تسأل من هو أعلم منك من أهل الحق الفرصة مفتوحة فرصة مفتوحة فضل